لا تزال الأم العراقية تنام وتصح على مأس عاشتها من النزوح والقتل والقصف جرع العنف المستمر في البلاد حيث تحولت ذكرى عيدها التي تحل في الواحد والعشرين من آذار ذكرى أليمة مع اقترانها بذكرى احتلال العراق وما تلاها من حروب كثيرة آخرها الحرب ضد تنظيم الدولة التي شررت نحو أربعة ملايين من العراقيين هنا في مخيمات السليمانية تعيش النساء النازحات كغيرهن في العديد من المخيمات أسوأ كابوس بعد تنحيهن عن إعداد الأجيال إلى السعي لتأمين الحاجات الأساسية لأسارهن التي لا تكاد تسد الرمق أم عبد الله النازحة من قضاء يثرب بمحافظة صلاح الدين لا تجد بدا حاليا من تناسي بيتها الذي أسسته مع زوجها وتحولت الخيمة التي تعيشها إلى أقصى معاني القهر في وطن تحور اسمه لغربة دائمة تحاول عبثا أن تجلي عنه واقعه لكنه يأبى ومن وفاتي الزوجها جراء سعيه لتأمين حاجات أسرته بعد نزوحهم جراء العملية العسكرية الأخيرة تنضم أم عبد الله إلى جيش من الأرامل في العراق يصل إلى نحو مليوني امرأة أرملة أبيع من الغذاء وأصرف عليهم يعني ما الوجبة وهذا حليب يحتاج حليب أبيع من الوجبة أستلمنا الفراش وأبيع وعين جهالي ما أحد يجوه وإحنا ما عندنا أحد بالمخيم لا من أهل زوجي ولا من أهلي أنا يعني ماك أحد إذن ذهب الجبيع وبقيت أم عبد الله وحيدة وأطفالها في وطن جريح تنشر على حبائل الظلم الذي يعيشه قصة حكومات متعاقبة منذ عام 2003 ترهن مصير شعب وبلد بثرواته لأجل مصالحهم ترجمة نانسي قنقر